السلام عليكم ورحمة الله أهلاً وسهلاً بكم اللهم صلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نبدأ اليوم إن شاء الله في هذا الفيديو القصير اليوم رح نتكلم عن الترجمة كعملية أو كمنتج أو كبرودكت طيب إذن بالبداية لو إجينا إلى تعريف الترجمة تعريفة أو بشكل مبسط هو كprocess as a process العلم الترجمة as a process رح نقول علي يقول لك is a human activity which has been practiced by almost every person at one time or another هذا هو تعريف الترجمة كprocess translation in this sense has broad sense يعني لديها خلينا نقول يعني مدى أوسع أو مجالها يكون أوسع متى when we speak someone translating expression to another exemplar expression in the same language يعني الآن لو وضحت في شيء معين بنفس اللغة هذا يعتبر ترجمة ترجمة للكلام لما واحد يتكلم كلمة والمقابل ما يفهم شين يقول فأنا أضطر إلى أنه أوضح الكلام يعني أوضح الكلام يعني مثلا أقول على سبيل المثال مثلا قلت أنشنت شين معنى أنشنت أنشنت معناها very old جدا قديم إذن فأسرك الكلمة هذه بطريقة أخرى هذا يعتبر ترجمة بنفس اللغة ويعتبر أيضا ترجمة كذلك we also use the term for translation from one language into another for translating words into music or even action من أنا ترجم لغة إلى لغة أخرى من أوضح الأشياء بصور يعني حتى بالموسيقى يعني أي عملية توضيح لشيء معين هذه تسمى ترجمة as a process طيب يقول human beings may not be هاي ملاحظة شوية مهمة لازم نركز عليها أنه البشر هم الكائنات الوحيدة على وجه الكرة الأرضية التي تستطيع أن تترجم وتحول للكلام لأنه هذا شيء ما موجود عند النظام التواصل في الكائنات الأخرى The Term Translation كذلك الآن نأتي إلى product إذن الترجمة تعتبر product of human activity شلون يعني توضيحها various various translated text have reached us from ancient civilizations namely the Babylon and they have they provided us إذن هم اللي زودونه أو أعطونا معلومات عن خلينا نقول المجتمعات والأوقات أنذاك فإذن ترجمة ممكن تكون ك process أو ممكن تكون ك product لهنا نتوقف في هذا الفيديو أتمنى استفادتم من عنده شوفكم بخير تحياتنا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته